تم اليوم بمدينة تجججا حق كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر بطنين بعد أن صادرتها المندوبية الجيوية للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة من مختلف أسواق ولاية التقانت وتدخل هذه العملية ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية المستهلك لهذه المواد وضمان سلامة المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق إجارة العملية تحت إشراف مدير ديوان والي تقانت السيد مختار البابة رفقة حاكم مقاطعة التجججا والسلطات الإدارية والأميال ترجمة نانسي قنقر